انا عايز اتكلم اكتر لان ده اللي بدايقني من جوايا اللي بدايقني من جوايا وهو التعامل الاعلامي مع نادي بقيمة الزمالك بصوا جماعة ابو يا الله رحمه قال لي ايه قبل ما تركز على عيوب غيرك ركز تغير العيوب اللي فيك قبل ما تدور على الاخلاق عند غيرك فكر في اخلاقك انت الاول مرة واثنين وثلاثة على مر السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول حصلت اخطاء انا شخصيا سنة ستة وتسعين اخطأت في مباراة زمالك واهلي كنت بكلم نفسي وباشتم وانا بكلم نفسي طلع فيه مايك تحتية رحت المخرجة كانت اهلوية بسم الله ما شاء الله رحت جايبة الصورة علي ما كانش فيه موبايلات رجعت البيت امي قالت لي ايه انت قلت الادب اللي انت قلتها دي انا قلت حاجة قلت لي انت قلت طلع في المايك كذا كذا قلت لها بجد انا بكلم نفسي انا ما عرفش تمام حصل ايه اتوقفت ستة شهور محلي وافريقي من في اتحاد المصري يعني كان يحق ليه ألعب افريقي لا الاتحاد المصري وقفني محلي وافريقي تمام انا هو خالد الغندور الناس تقول ليه اعم خالد انسيت وانت بتشتم ولبس الشبشب في سنة ستة وتسعين طب انا اتوقفت ستة شهور محلي وافريقي تمام طيب النهاردة عبدالله جمعة بيلف حول الملعب راح كعربة راح ضربه بعد انتقاله بشهور راح ده متخاني مع ده راح ده متخاني مع ده راح ده اوقف ده تمن ماتشات ده عشر ماتشات ده تلات ماتشات ده ماتشين بعد مغزمالك خد السوبر تمام النهاردة امام عشور راح ايلا مع موليد تسعة وتسعين خلص الماتش ولا فيه مرائب كتب ولا حكم كتب ولا اي حاجة كتب ودخل القوضة وقفل على نفسه القوضة وقعدوا يغنوا جوه القوضة اخونا فيه شتايم لبعض لبعض مسؤولي الكورة او لعيبة كورة قدامة من النادي الاهلي من المنتمين النادي الاهلي الراجل خد عشر ماتشات اقاف عشر ماتشات اقاف شيكبالا راح اسمه ايه ده في ماتش احتفالي بيقول عايزين دخل اللعيبة الصغيرين اللي هو ساعتها كان نمار وسفر وجعفر ومحمد طارق ومعرفة ايه بتا قالك لما فيش حد يخش ومراته وعياله وزاي ما بشوف اي احتفالية رفضوا راح شيكبالا علا صوت على احمد مجاه خد 8 شهور وبعد كده راح خفضينها لتمن ماتشات كل ده وبعد كده قالك ايه اللي تلقادة دي انت شفت شيكبالا هو راح يغني مع الجمهور فهو مع ان شيكبالا ما كانش بينطق يعني وطبعا خطأ واحنا قلنا مية مرة اي لعيب مايروحش يغني مع الجمهور لو لقى الجمهور بيشتم يبعد يبعد وعلى فكرة شيكبالا حصل قبل كده راح يغني مع الجمهور لقى الجمهور بيشتم راح اللهم وقعد يعمل لهم كده ومشي شف نحسام عشر ورمضان صبحي عملوا نفس الفعل حدش تكلم النهاردة كهربا الناس بتحتفي بيه ومبسوطة بيه والناس عادت تتري عليا ونزلولي كوميك قالك ايه ايه يا كهربا ما عرفش ايه يا كهربا طب ما تدفعوا الفلوس لكهربا دلوقتي هتدفعوا الفلوس لكهربا يعني طب ما كان قبل ما توقف بستة شهور ما تدفعوا على العموم انا عايز برضو اوريكم الفرق في الاعلام الرياضي في مصر كيف يتعامل الاعلاميين وعلى فكرة منهم اعلاميين كويسين جدا وهقولها لكم على هواء مشاركة يعني لا يكيل بمئة مكيال لا يكيل بمئة مكيال وانا ما بحبش هتكلم كتير انا بحب الناس تشوف بعنيها تعامل الناس هل هو تعامل فعلا نابع عن اخلاق وعن قيم ومبادئ بيشوفوها بعض الاعلاميين دول يقولوا عيب اللي عملوا شيكة او اللي عملوا امام او اللي عملوا حسام عشور او اللي عملوا رمضان صبحي او اللي عملوا قهربا او اللي عملوا عبدالله جمعة او اللي عملوا اي لعيب مش مهم لون الفانيلا هل فعلا بيتعاملوا بمنطق واحد وفعلا هم خايفين على فكرة الاخلاق ولا ممكن اطنش خالص يعني ممكن في حالة اطنش خالص واشوفها بعنيها واشوف التجاوز ودي ممكن اطنشها خالص ولا جيب سرتها والنحية التانية اولع هنا وكبر هنا واتبح هنا